الأمين العام لحركة نداي تونس يعلن استقالته من منصبه الحزبي ولا يستبعد شكلا جديدا للحركة جمعية القضاة التونسيين تجري مؤتمرها الثاني عشر لانتخاب مكتب جديد وتجدد تأكيد مواصلتها النظال من أجل قضاء مستقل المرأة السعودية تشارك لأول مرأة انتخابا وتصويتا في الانتخابات البلدية وتحقق الفوز بعدد من المقاعد في المجالس البلدية مشاهدين الكرام في كل مكان تحية لكم جميعا وإلا بكم إلى نشرة الأخبار أعلن مين عام حركة نداي تونس محسن مرزوق استقالته من الأمانة العام للحزب دون الخروج منه قال مرزوق خلال اللقاء نسائي الوطني لحركة نداي تونس بالحمامات تحت شعار دور المرأة في بناء تونس الجديدة وحمايتها إنه سيلتقي غدا الاثنين برئيس الحزب محمد الناصر ويطلب منه إعفاءه من مهامه استقلالية وليست باستقالة هكذا وصف أمين عام حركة نداي تونس محسن مرزوق قراره طلب أعفائه من منصبه الذي لا يعني انسحابه من الحركة حسب تعبيره أنا منصبي كأمين عام ومسؤوليتي هذه بعد حل المكتب السياسي ما عاش موجودة لذلك أنا مش نمشي نطلب من رئيس الحزب سيل محمد الناصر عفائه من منصب أو مسؤولية الأمان العامة لكن المشروع عنا فيه مناضل فيه مؤسس فيه وباقي معروخيان ولن نخرج من أي مكان إلا إذا أخرجنا واعتبرت بعض من قيادات نداي تونس التي حضرت الاجتماع الذي دعت إليه مجموعة من نائبات الحركة بمجلس نواب الشعب عن نداي تونس أن مقترح مجموعة الثلاثة عشر هو مقترح غير واقعي ولا يمكن تطبيقه منذ أشهر قراراته اتخذ في بيوت مظلمة وفي نهاية المطاف تم حل المكتب السياسي قرناه في جريدة المكتب التنفيذي تم الاعتداء عليه بالعنف وهذا شفناه المجلس الوطني اندثر ما ثماش محمد الناصر ألزموه بالقعاد في باردو ما عادش رئيس حزب شنو بقاه هذه اللجنة الثلاثة حتى لمين العام عادش اللجنة الثلاثة نحن أعلننا حلها اليوم لذلك أنا رسالتي المجموعة الثلاثة هي مالي إذن نحب أن ننجحه فعلا نخرج من الأزمة دي أول حاجة لحفاظ على هيكل الشرعي القيادية الناجحة ولنشوفه الآن في نجاح أمامنا ثانيا نذهب في تجاه مؤتمر ديمقراطي فوري وحالا كما اعتبر قيادي والحركة أن إطارا حزبيا جديدا أمر غير مستبعد في شكل نداء تونس جديد يعيد القرار إلى المناظلين عبر انتخابات حرة وديمقراطية سنأخذ مشروع نداء تونس لن نتخلى عنه لأن البلاد بلادنا لأن القيم حددناها أحنا وإذا كان هذا يستلزم إطارا حزبيا جديدا لن نخجله سنقيمه التجديد في الديمقراطية التجديد في الوضوح متاعه والقيادات متاعه المقبلة يجب أن تنتخب ديمقراطيا في انتظار ذلك نحافظ على الهيكل الشرعية والقيادية الموجودة هذا الحل الوحيد حل يرى فيه ندائيون مخرجا من الوضع الحالي للحركة بهدف أطلاق نداء جديد بمشروع قديم مشروع سياسي يروج له استنادا إلى القائمين عليه في جملة من الاشتماعات في كل جهات الجمهورية في المدة القادمة تجري اليوم جمعية القضاة التونسي المؤتمر الثاني عشر لانتخاب المكتب الجديد الجمعية المتكوين من أحد عشر عضوا قد ترشح لهذا المكتب ثمانية عشر قاضي وقاضية من مختلف الهيكل القضائية بالبلاد وسط حضور عدد من القضاة المترشحين ومجموعة من القضاة المراقبين انتلقت منذ ما يقارب الساعة الخامسة والنصف عملية فرز الأصوات لانتخاب المكتب الجديد لجمعية القضاة التونسيين وقد ترشحت لهذا المكتب قائمتين من القضاة الأولى قائمة اليقظة والعمل من أجل قضاء مستقل عدد أعضائها أحد عشر عضوا والثانية قائمة التجديد والوحدة تضم العدد المتبقي من المترشحين قائمة هي الضم خمسة من المكتب المتخلي خمسة أعضاء وستة أعضاء جدد يقولوا أعضاء جدد يقولوا ليس أعضاء اللي ما عندهمش سيلة بعمل هيكل جمعية القضاة وهنا ما هم أعضاء من الهيئة الإدارية يعني من ممثلين محاكم القضاة يعني اللي يتحملوا المسؤولية داخل الجمعية ولي يحملوا الرؤية فيما يطلبوا معناتها المرحلة هذية بنسبة للعمل من أجل المشاريع الكبرى نتعلق بمسألة القضاء والمحكمة السورية أو قوين السلطة القضائية القائمة هذه خلقتها الظروف متع الأنتخابات لأنه احنا التحقنا بالترشحنا في آخر لحظة باش نحظو نوع من التوازن داخل المكتب التنفيذي بأصوات مستقلة لا تكونش فم قائمة واحدة تمثل نفسها فترشحنا هكذا نحب مكتب متوازن في أصوات تتكلموا كلها عندها رأي ورأي تاخذوا من القاعد هذا اللي حاجتنا به هذا التجديد وبالنسبة للوحدة توحيد صفوف القضاة عملية فرز الأصوات جاءتباعا لعملية الاقتراع التي شهدت إقبالا هاما للقضاة من مختلف المحاكم واللوتب حسب المشرفين على هذا المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين حرصنا كل الحرص على أن تكون العملية لعملية الاقتراع معناها تلتزم بالمعايير الشفافية معايير النزاهة معايير السرية إذن كما شفتوا ربما لاحظتوا اللي كونهم السادة المقترعين والسيدات يمروا إلى الخلوة بصفة معناها إجبارية معانتها حسب ما تشوفنا معانزنا ما حصينيش العدد نتعال حضور لكن الحسب ما نشوف العدد اللي توافد على المؤتمر هو عدد مشرف ويدل على قيمة جمعية القضاة التونسيين في الوسط القضائي عند القضاة معانتها احترامهم لجمعيتهم اعتزازهم بها تشبثهم بها وبما بدأها ومن المنتظى لأن يتم الأعلان بعد ساعات قليلة عن نتيجة الانتخابات لتشكيل المكتب الجديد لجمعية القضاة التونسيين وضمن فعاليات المؤتمر التاسيسي الأول لنقابة أعوان الدوانة تم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الموحدة لأعوان الدوانة بحضور عدل منفذ كما تم خلال المؤتمر المصادقة على النظام الأساسي للنقابة المنتظر من النقابة هذه أنه تتلفى النقاس اللي كانت في النقابات السابقة احنا اتفقنا بعد سشهاد زميل عبد النجي دابابي أنه تكون الديوانة الصف واحد تكون عنا كلمة واحدة في المدافعات تتعدد للنقابات وصلوا عدد ثلاثة نقابات اللي الجينا في إشكالية أن نتواصل مع المسؤولين هنا حبينا يكون هيكل وحيد وموحد هو اللي يعني بالمشاكل الخاصة بالسلك وهو الوحيد اللي يكون ممثل لجميع أصنف العوان والضباط الخاصة التابعين لدارة العام الدول جد عشية أمس حريق كبير بمصنع لرسكلة النسيج وصناعة السجاد يقع في الطريق الرابطة بين مدينتي لمطة وقسيبة المديون من ولاية المنسير تم إخمده من قبل وحدات الحماية المدنية ولم يؤدي الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد إلى خسائر بشرية لكنه أحدث أضراراً مدية لصاحبه فضلاً عن تعطل نشاط العاملين فيه في حدود الساعة الخامسة من مساء يوم أمس جد حريق ذخم في مصنع لرسكلة النسيج وصنع السجاد بمدينة تقسيبة المديوني أتى على كل معدته فهم يجي خمسة مئة مليون ماتريال قيمت ودون البنية ودون الواحد والسلعة ووكل يكتب على مردله سحمد الله أطوار الحادث شهدها العمال وصاحب المصنع الذين تدخلوا لإخمد النار لكنهم عجزوا عن ذلك الحريق كان كبيراً مما دعا الولاية للتدخل وطلب التعزيز لوحدات الحماية المدنية لإخمد الحريق الذي تواصل إخمده قرابة 12 ساعة تحولنا على المكان بشاحنات الأطفاء من فرقة قصر هلال ومقر الإدارة الجهوية الحماية المدنية من ستير ثم تم تعزيزنا بالشاحنات من الإدارات الجهوية المجاورة سوسا والمهدية في الحين تم تطويق المكان الحريق والقضاء عليه والحد من انتشاره تم تقريباً على حدود الساعة التاسعة مساء ثم قاعدين قوموا بعملية الرفش والتبريد الحمد لله أنهم فماش خسائر بشرية تذكر أنهم فماش خسائر بشرية ولا جروح إنما هي خسائر مادية بكلها منها في المصنع مجهود أمني كبير وخسائر مادية لمصنع حرقت معداته ولم يعرف السبب لحد الآن وإن لم يسفر عن خسائر بشرية فإن المصنع تعطل تماماً وتعطل معه رزق عمله في موضوع آخر الآن أدى وزير الصحة سعيد العيد زيارة إلى المؤسسة الاستشفائية في ولاية المهدية ووقف على عديد النقائص أهمها عدم تفعيل بعض المشاريع المدرجة للمؤسسة الصحية فضلاً عن بعض الإشكاليات المتعلقة بالتنظيم تعد ولاية المهدية عشرة مستشفيات محلية ومستشفى جميعياً وحيداً بالإضافة إلى عدد ها من مراكز الصحة الأساسية موزعين على مختلف المعتمديات المستشفى الجمعي طهر الصفر هو أحد هذه المؤسسات التي تعاني من بعض النقائص خاصة على مستوى التجهيزات والنظافة أما فيما يخص جودة الخدمات فقد تباينت حولها الأراء بر استنى تحليل بر سكانير سكانير أرجع قسم الولدان من بين الأقسام الحديثة التي تم أحداثها في المستشفى الجمعي طهر الصفر فيما لا تزال بعض المشاريع في طور الإنجاز نحاول تهيئة القسم الثاني من قسم العيدات الخارجية والتأهية هذه إن شاء الله هذه ما نقوله إن شاء الله هذا يقع تقليص من موضة الانتظار قسم الاستعجيلي مبرمج وإن شاء الله هبطت في دوميل السيز ونبدأ في البناء القسم هذه الاستعجيلي في 2016 وعنا ثلاثة قسم استشفائية حالت في سنة 2015 هي قسم الولدان قسم جراحة الكيلاء وقسم العيون وزير الصحة سيد العايد ولد زيارته لبعض المؤسسات الصحية بكل من أولاد الشامخ والسواسي وبمرداس والمهتية توقفا عند بعض النقاص لن تصرف ثانيا يوم كنت فهم في الأدوية ما هذا حالنا نعرفوا اللي عام جاي مثل الميزانية اللي كانت بستاش بثمانية واربعين مليون دينار ونوفروا الدواء خاصة الأمراض المزمنة في كل على الخط الأول الحزام الأول تم مشاكل تنظيمية كنشوفوا بعض التجهيزات اللي الميزانية موجودة تجهيزات موجودة منذ 2014 ومزلت ما تركتش ولا حتى الأشغال مزلت ما ما تلقتش الأشغال 90% هي أمور تنظيمية وتسيير متاع العمل ومتابعة متاع العمل سواء كان فيما يخص المشاريع ولا فيما يخص العمل اليومي داخل الموسات بناء مستشفى جيهاوي بمدينة الجم كيف كيف بنضمن المشاريع عن مشروع متاع قسم لتصفيت الدم بالجم مع هذا أنه إن شاء الله في المخطط الخماسي 2016-2020 بيشيكون ثم عدة مشاريع أخرى متوزعة على كامل الولايات مشاريع أنجزت وأخرى بصدد الدرس علّها تساهم في تطوير الخارطة الصحية بالمهدية بما يضمن صحة المواطن وسلامته وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بدوره أدى زيارة عمل إلى معتمدية ولاية نابل للوقوف على سير أشغال بعض المشاريع زيارة لم تخل من مطالب التنمية وضرورة حماية المرافق البيئية مشاكل اجتماعية وبيئية كانت زيارة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إلى ولاية نابل مطيئة بعض الأهالي لعرضها أملا في حلها ورمونا الثورة وارجع كل حاجة برنامج وش نعمل وهم هبتت التنمية كفناك هبتت حاجة نعمل وما تعمل حد شيء وش نعملوكم سبيطار سبيطار التولى فما حد شيء حمساكين زادت مرت في مينة ودويات شنعاونوكم تجدت الكوارثك الطبيعية ذيكم عند ربي شعونها ما عاونوش وفما حد شيء شكال عنها واد يسمى واد القرعة منطقة الهوارية سيبوا فيها الأوساخ متحمل كل متع الفضلات المنزلية الواد أصبح المياه الملوثة متع درع اللوش ومتع المناطق هذي كل أصبح تتلاوح في وسط الواد ثم مباشرة يمشي والمعامل والكوليكا يمشي كل في البحر زيارة العمل هذه اندرجت ضمن متابعة سير أشغال بعض المشاريع والبت في مسائل التلوث وبعض مشاريع سياحية إيكولوجية نجيوا على الميدان نشوفوا ما المشاريع مطروحة قاعدة تقدم بش نسرعوا فيها وإلا توقت دخلنا كما تعرفوا نحن في المرحلة متع تحديد المشاريع للمخطط 2016-2020 لتونس بش نحط الأولويات وتوانا في تاكلسة تاكلسة عندها امكانيات كبرى معناها في السياحة الإكولوجية فما بعديد الأفكار طرحت من بعد يجبنا نشوفوا كيفاش تنفيذها وكيفاش تكون عنا الاعتمادات قبل كنا شوفنا معناها شبكة السيكاك الحديدية فما إمكانيات كبرى زادة في الوضعية نابر على السيكاك الحديدية بش نتور ونحصن الخدمات للمواطنين وهنا مواصلين إن شاء الله بشوفوا مشكلة البيئة في الهوارية ونبعد بشمشي يشوفوا بعض المشاريع المتروحة في المعتمديات الأخرى مشاريع تبدو ذات أفاق واعدة بينما يرجو المواطنين أن لا تبقى مجرد ورقات فوق محاملة خشبية لا ترى الشمس ويحسم أمرها فعليا على الأرض بالتعاون بين الغرفة التجارية وصناعية لتونس ووزارة التربية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تم اليوم الإعلان عن انطلاق مشروع المبادرة الخضراء للمتوسط المتمثلة في تركيز آلات تثمين ورسكلة البلاستيك في المدارس انطلق اليوم مشروع المبادرة الخضراء للمتوسط الذي يتمثل في تركيز آلات جمع النفايات في المدارس وتثمينها مبادرة بيئية تندرج في إطار التعاون بين دول حوض المتوسط من أجل معالجة النفايات ورسكلتها وتوجيه الشباب وحثه على العمل البيئي من خلال الترويج لوسائل وأساليب دعم البيئة على صعيد المؤسسات التربوية مشروع هام مشاعتي خاصة للأطفال والتلامذة يعني التعود على حماية البيئة وإن شاء الله خارج حتى المدرسة الابتدائية وخارج المؤسسات التربوية كل التوانسة وكل مواطنين يحافظوا على بيئتهم ويستعملوا الأماكن المخصة لهالنفايات وزير التربية ناجي جلول أفاد أن الوزارة منفتحة على محيطها خاصة أن النظافة والمحافظة على المحيط عامل يومي دقوب كما أكد أن السلطة الأشراف تسعى إلى ترسيخ تقاليد المحافظة على البيئة لدى النشئة بلعطلة بيوم تنطلق حملة كبيرة للنظافة في الوساطة المدرسة يوم وحيط المدرس بالاشتراك مع وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوتيكاب مشروع المبادرة الخضرة سينطلق بتركيز 36 آلة لرسكلة القوارير البلاسيكية في انتظار تعميم التجربة في كل مدارس الجمهورية سلم وزير شؤون الخارجية طيب البكوش اليوم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رسالة خطية من رئيس الجمهورية الباجي قادي سبسي وزير شؤون الخارجية كدخل الاستقبال من قبل أمير دولة الكويت حرص تونس على دعم وتعزيز روابط الأخوة التي تجمع البلدين في حين جدد أمير دولة الكويت وقف بلاده إلى جانب تونس وحرصها على مسندتها ودعمها في ترسيخ أمنها واستقرارها ونهوضها ونفع المستويات إلى جائزة نوبل السلام وما خلدته في ذاكرة الوطن والعالم بأسره حيث ظلت صور احتفالية تسليم الرباع الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل السلام منذ يومين عالقة بالأذهان بالأمس كانت عودة المشاركين في فعاليات هذه الاحتفالية من المنظوين تحت ريات المنظمة الشغيلة والهيئة الوطنية للمحامين والربط التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القطوط التونسية ممثلة في طاقم الطائرة التي قلتهم في رحلة العودة إلى تونس اخترت تحيتهم على طريقتها ارجع موقع تونس الحقيقي هو موقع تونس الحرية تونس الكرامة وارجع كذلك أن نظرة العالم إلى تونس التي تدهورت وتلاشت في حكم الاستبداد أن أصبح العالم ينظر إلى تونس نظرة أخرى نظرة هي صنوة الثورة وصنوة المنظمة أن الجائزة كما تماشي ثورة كما تماشي ذكاء تونسي يؤمن بالحوار وبالسلام كما تماشي إذن نصور أن هذه الجائزة ستكون أكثر استيميليوس أكثر من الدفع وأكثر حافز إلى أن تكون تونس نبراس كما كانت في القديم وفي التاريخ الشعور لا يوصف خاصة عند التسليم أو عند الحفل الذي أجري بمناسبة هذا التسليم ونقول له أنه تنتظرنا محطات أخرى لتأسيس للديمقراطية ولمنهضة الإرهاب والخطر اللي يتهدد لبلاد هذا ونقول له من لي تونس مكانتها كبيرة داخل البلاد وخاصة خارجها نحن علينا اليوم أن نؤكد أن ما أنجزه التونسيون لم يكن صدفة لم تكن نقطة عبيرة في التاريخ وعلينا أن نستمر في هذا مهما كانت نقاط التباعد ومهما اختلفت الرؤى علينا أن نكمل المسيرة قدرنا أن نبقى موحدين مهما اختلفنا أكثر من 200 زائر يستقطبهم المعرض الدولي للملاحة الترفيهية بباريس معرض شارك فيه العديد من محبي عالم الترفيه البحري والمهنيين التونسيين بما في ذلك ممثل جل الموانئ الترفيهية التونسية أكثر من 200 ألف زائر استقطبهم الصالون الدولي للملاحة الترفيهية بباريس معرض شارك فيه مختلف المهنيين التونسيين في هذا القطاع بما في ذلك ممثل جل الموانئ الترفيهية التونسية للترويج لمختلف المنتوجات والخدمات التي تقدمها تونس في مجال الملاحة الترفيهية الأصحاب اللي يخوذ من أكثر من 55% من الجنسية الفرنسية والذي توجدنا في باريس هام جدا وعليش يجيونا بصفة خاصة هنا يجموا لأنه ثمن بتاع التصليح الفلايك بتاعهم في تونس أرخص بيسر من التصليح في أوروبا يقول الخبراء أن هذا النوع من السياحة كان الأقل تأثرا بعد أحداث باردو وسوسة ويعطي دفعا ديناميكيا للاقتصادات الجهوية بالنظر لما يتطلبه من خدمات ثانوية متعددة وهو ما يستدعي التركيز على جودة المعروض باعتبار أن أنجع طريقة للتسويق في هذا المجال هي الصورة التي ينقلها السياح أنفسهم عن مستوى الاستقبال بالبلاد هناك عدة مهن ونشاطات مرتبطة بإمكانها أن تتدور بفضل الملاحة الترفيهية في مختلف المواني لكن لا يوجد إيجابيات فقط بل هناك أيضا سلبيات سهلة المعالجة إذ يواجه أصحاب القوارب السياحية تعقيدات الإجراءات الإدارية من جانب آخر يمثل المعرض فرصة لاجتذاب المستثمرين الأجانب في قطاع الملاحة الترفيهية وفرصة للتعريف بالقوارب الشراعية المنتجة في تونس تلعب السياحة البحرية التونسية ورقة ربحة بحضور مهنيها في هذا المعرض خاصة وأن هذا القطاع يمثل موردا هاما للعملة الصعبة للبلاد إذ تشير الأرقام إلى أن سائح الموانئ ينفق في أدنى الحالات عشرين مرة أكثر من السائح العادي في ولاء قمته في تونس وسمى الدالي للتلفزة الوطنية التونسية باريسا نعود إلى أرض الوطن حيث شهدت مدينة بنجردان من ولاية مدين تحركا احتجاجيا لعدد من التجار المستعملين للمعبر الحدودي بين تونس والقطر الليبي حيث أحرقوا العجلات المططية وأغلقوا الطريق أمام الصيرات وشاحنة الليبية وجاء هذا التحرك بسبب ما سموه استياء من فرض الدوان الليبية بمعبر رسجدير دفع أداء يقدر بألف جنيه الليبي على سلعة وهو ما اعتبروه تضييقا عليهم وسوء معاملة لهم بحسب قولهم معبرين عن رفضهم مثل هذا الإجراء وتوصل هذا التحرك مدة ساعة أو أكثر بقليل يتدخل الأمن ووجهاء المنطقة لفك هذا التحرك وسعادة الحركة بشوارع المدينة غير أن التذمر لا زال ينتاب الكثيرين مطالبين الجهات المعنية بتدخل ضمان سياب البضائع بالشكل المعتاد وللحفاظ على موارد رزقهم تسخر المدينة العطيقة في اسفاقس بمساكن تمتاز بطبع المعمري العربي الإسلامي لكنها بقيت في معظمها مهملة أحد أصيلي مدينة اسفاقس اقتنى أحد هذه المنازل واختار ترميمها وإعادة استغلالها كفضاء سياحي هكذا أصبح هذا المسكن المهجور الواقع بالمدينة العطيقة باسفاقس مسكن اقتنه صاحبه ليعيد إليه الروح عملية ترميم وتجميل بأياد حيرفيين مهرة تجري بنسق حثيث صاحب الدار هدية هو محمد ناصر بن عرب خوي الكبير عايش في فرنسا عنده خمسين سنة وبحكم حبه البلاد والوطن أحب يعمل هال المشروع هذي هو الغرض المتاعه هو أحياء مدينة اسفاقس العطيقة من جديد هذا المشروع الأول من نوعه في المدينة العتيقة بيسفاقس سيصحي بعد استكمال إنجازه حركية على السياحة بلجها يتمثل في دار إقامة بميزة تتكون من غرف للسكنة ومن مطعم فاخر ومن مقهى ثقافي الخصوصية المعمارية للمكان الذي تفوح رائحته بعبق التاريخ العربي الإسلامي ستزيد من جماليته نوعية الأوكلات التقليدية السفاقسية وحتى العربية سمى فكرة أنه نعمل يوم في الأسبوع يكون يعني الأكل يمتعه يكون من بلد عربي صعوبات استضم بها إنجاز هذا المشروع غير أن إمكانية تجاوزها تبدو في الإمكان وتزخر المدينة العتيقة بيسفاقس بمساكن كثيرة تمتاز بطابعها المعماري العربي الإسلامي غير أن الإهمال جعل منها خرابة وفي هذا الرابط العمارة الإسبانية والإبداعات الهندسية كانت أبرز الموضي التي حملتها مجسيدات وعمال طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسيد هذه المجسمات المعمارية تحيلك وأنت تتجاول بينها بصاريا إلى طموحات وزعيها فمنه من يرغب في تصميم مدار للمسنين بمواصفات معينة ومنهم من يحلس عن البعد البيئي في مجسمات كانت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسيد فضاء لعرضها خليت إسباسي يكون إنتراكتيف بين المسنين تفاعل بين المسنين والعباد التي لم يكن حتى علاقة بالسنتر دورة دينا بلك ديرسي اسمتها من السوسيسيون هي تعطتنا الجناح الثاني لهذا المعرض سافر بزواره إلى العمارة الإسبانية من خلال أعمال عددا من المهندسين المعماريين الإسبان في عددا من الدول العربية هذا يكون فرصة بالنسبة للطلبة للإطلاع على الأعمال هذه حبينا نتفتح على المحيط الإجتماعي والاقتصادي والثقافي حافظوا على الموروث التي يسمونها الكارتي كوتيك وأزيدوا عليها إذن يمكن أن نستلهم من هذه الطريقة وسيلة لتحسين المدن التونسية أصبحنا شركاء مع هذه المدرسة وهذا مهم تمكننا من توطيد العلاقة التي تجمعنا منذ زمن طويل المعرض المعرض يندرج في إطار احتفال المدرسة الوطنية للهندسة المعمرية وتعميرة بستيبو سعيد بالذكرى العشرين لتأسيسها وفي أخبار العالم دعت القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن غالبية ما سمها بالفصائل مستعدة للتوقيع عليه وضف كيري أن معظم ممثل الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والحكومة المنافسة اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله أي شخص واجتمعت سبع عشرة الدولة لإعطاء دفع نخيل لمفاوضات تقود الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا السعوديات في أول اختبار لهن في تاريخ المملكة ينجحن في حصد مقاعد في المجالس البلدية وذلك بعد أن أجريت السبت أول انتخابات يتاح فيها للنساء بالمشاركة حيث أعلنت لجنة الانتخابات اليوم فوز تسع نساء على الأقل في انتخابات المجالس البلدية اليوم سجلت المرأة السعودية هدفا في شباك الحياة السياسية فهذه الصور ستوثق لفائدة النساء السعوديات التي حلمن بمثل هذا اليوم ففي أول الانتخابات يحق للنساء التصويت والترشح فيها تفوز المرأة السعودية كخطوة تاريخية يوم تاريخي يحسب للمرأة السعودية فرغم مشاركتها الأولى والمنافسة الشديدة مع رجال تمكنت من حصد عدد من المقاعد في المجالس البلدية وقد أعلنت السلطات السعودية أن سلمة بنت حزاب الاعتيبي أصبحت أول امرأة تنتخب لمنصب عام في المملكة بعد فوزها بمقاعد في المجلس البلدي لمدينة مكة المكرمة في الانتخابات التي جرت أمس وتشارك في هذه الانتخابات البلدية وهي الثالثة من نوعها بعد انتخابات جرت في 2005 و2011 واقتصرت المشاركة فيها على الرجال أكثر من 900 مرشحة يتنفسن مع حوالي 6000 رجل أنا فخورة جدا بهذا التحسن في السعودية وأتمنى أن تنجح أي امرأة في الانتخابات لأن هذا سيكون فرصة كبيرة للمرأة وأنا متأكدة حقا أنهن سيصنعنا الفرق في هذا البلد وتمثل مشاركة السعوديات في هذه الانتخابات بحسب العدد من المراقبين انتصارا نوعيا جاء بعد نظال حقوقي استمر لسنوات وعدد آخر من المتابعين للشأن السياسي في المملكة يرى أن فرصة حق التصويت في هذه الانتخابات منحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إلى النساء عام 2011 وفي فرنسا توجه النخيبنا اليوم إلى صندوق الاقتراع في انتخابات جهوية تعد اختبارا لوزن القوى السياسية في البلاد وتشكل هذه الانتخابات الاستحقاق الاقتراعي الأخير قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية بلغت نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الجهوية الفرنسية 50.54% إلى حدود الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات الجهوية لسنة عشر والفين والتي بلغت لحدود نفس الساعة 43.47% وكذلك بالنسبة للدور الأول الأسبوع الفارط والذي كرس قوة أقصى اليمين بحلوله في الطليعة ويأمل حزب الجبهة الوطنية بعد نيله أعلى نسبة من الأصوات على المستوى الوطني في الشمال والجنوب الأسبوع الفارط يأمل بالفوز بعدد من المناطق 13 مستغلا رفض الفرنسيين للحزاب السياسية التقليدية العاجز عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والخوف الناجم عن اعتداءات باريز الأخيرة رهانات وتوقعات إن صحت سيكون هذا الاستحقاق الاقتراعي الأخير سابق من أبواب انتخابات رئاسية باتت زعيمة الجبهة الوطنية تعتبرها في متناولها استطلاعات الرأي لا تزال مترددة تشير لاحتمال هزمة مارين لوبان المناهضة للهجرة وللوحدة الأوروبية بفارق ضائل أمام مرشح اليمين المعتدل وممثل حزب الجمهوريين زافي بيغتخان الذي استفيد من انسحاب المرشح الاشتراكي وتنزلي له بعد هزمته في منطقة ذات توجه يساري هذا وحث الحزب الاشتراكي ينصاره على تأييد المحافظين بزاهمة نيكولا ساخكوزي في بعض المناطق للحيل التي دون وصول الجبهة الوطنية إلى السلطة وسيتوقف هذا إلى حد كبير على ما سيفعله الناخبون اليساريون بعد انسحاب الحزب الاشتراكي من السباق في المنطقتين التي حققت فيهم الجبهة الوطنية الصدارة اعتمدت بالاجماع بباريس 195 دولة المشاركة في فعالية مؤتمر المناخ اتفاقا وصف بالتاريخي يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بأقل من درجتين ويلزم هذا الاتفاق العالمي البلدان الموقعة بمتابعة جهودية للحد من هذه الانبعاثات بدرجة ونصف درجة مقارنة بالفترة التي سبقت المرحلة الصناعية ومن شان هذا الالتزام التقليص من تبعية الاقتصاد العالمي إلى مصادر الطاقة التقليدية وهي الفحم والنفط والغاز وفي اخبار الرياضة تغلب نجم الرياضي يساحل على ضيفه نادي الافريق بهدف دون مقابل في اللقاء المتأخر الذي جمعهما عشية اليوم بيولمبي سوسة لحساب الجولة الرابعة من بطولة رابط المحتلفة الاولى لكرة القدم وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح حمز الأحمر في الدقيقة السبعين ليرفع فريق جوهرة الساحر رصيده إلى تسع عشرة نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد حامل اللقب عند النقطة الثامنة توجه فريق جمعية تزاركة بلقب النسخة الثانية لدورة كرة القدم بخمسة لعبين مثل الفوز براكلات الترجيح على نادي كرة القدم بمورناك في الدور النهائي للمسابقة التي امتدت يومين بمشاركة 16 فريقا ومثلت هذه الدورة فرصة للتحضير الجيد لفريق جمعية تزاركة لمنافسة كاس العالم لكرة القدم المصغرة التي ستصدفها تايلندا عام 17 و2000 فيما تسعى تونس لإستضافة النسخة القادمة من المونديال والله برشا رهانية المرادية الدورة هي بروفة قبل تنظيم تونس كاس العام 2017 الناس ديما خايفة من تونس واليوم يعني صنفوت من زمن العادي ودورة ممتازة من جميع النواحي والحمد لله رب العالمين هذين نجحنا فيه بشهادة الناس كليك الثاني حاجة 16 فريق نفس المستوى مثل ماش فريق فايز قبل الدورة ما نعرفوش الفريق الفايز حتى الأخر دقيقة الحمد لله ما قبل كل شي شفتوا معانت سورتوا الترنوال كل معانت كان صعيب ثانيا معانت ماتش باق ماتش كل ماتش تعاملوا معها كيفاش الادفرسير كيفاش يلعب الحمد لله كمريتو ما جاش بسيل معانت بالبنانتيات وحمد لله سلكنا حمد لله الأهم من هذا الكل هو كونه المستوى شفنا مستوى محترام ومميز في الدواء هذية أحسن المستوى عند الدواء الأولى هناك ستعدد تحسينات حتى في التنظيم وخاصة عندما نشوف الدواء النهائي ومبارات صعبة كل حكمهم حكم أجنبي من تشيكيا اختتمت يوم أمس بمدينة مراكش المغربية الدورة الخامسة عشرة للمعرجان الدولي للفيلم الروائي الطويل أجواء هذا الاختتام نتعرف عليها في هذا التقرير بعد حفلات البساط الأحمر التي استضافت نجوم العالم في الإخراج والتمثيل والإنتاج وبعد فرحة تسعة أيام من العروض السينمائية والتكريمات الفنية أزدل ستار على الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش أو ما تسمى بالمدينة الحمراء النجمة الثهبية التي تعد الجائزة الكبرى للمهرجان فاز بها الفيلم ريؤي طويل كثير كبير للمخرج اللبناني مير جون بشعية وهو فيلم تحدث فيه مخرجه عن المخدرات وفساد أجهزة الأمن إضافة إلى الطائفية المتجذرة في المجتمع اللبناني وفضلا عن النجمة الثهبية فقد تم خلال حفل الاختتام توزيع جوائز أخرى على مستحقها كجائزة لجلسة تحكيم وجائزة أفضل مخرج وأفضل ممثلة وممثلة نهاية النشر مشاهدين الكرام وهذا تفكير بأبرز عنوينها الأمين العام لحركة لداية تونس يعلن استقالتها من منصيبه الحزبي ولا يسبعد شكلا جديدا للحركة جمعية القضاة التونسيين تجرم تمرها الثاني عشر لانتخاب مكتب جديد وتجدد تأكيدا مواصلتها النظال من أجل قضاء مستقل المرأة السعودية تشارك لأول مرة انتخابا وتصويتا في الانتخابات البلدية وتحقق الفوز بعدد من المقاعد في المجالس البلدية دائما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لتلفزة الوطنية في تونسيا تيفي نقطة ونذكركم دائما أن سنة المائتين ويوما مرت على اختفاء الصحفيين سوفيانا شوربي ونذي الإلكتاري في ليبيا أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء شكرا